تستضيف جنوب إفريقيا غدا أسلساء اجتماع قمة بريكس وتعد المجموعة منظمة دولية مستقلة تجمع خمس دول الاقتصادية كبرى هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا وبدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006 تحت اسم بريكا ليتحول اسمها إلى بريكس في عام 2011 بعد انضمام جنوب إفريقيا إليها مجموعة بريكس واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات مما جعلها محطة اهتمام عديد من الدول الأخرى التي ما فتأت ترغب في الانضمام إليها ويعد منتدى تكتل بريكس منظمة دولية مستقلة تجمع خمس دول اقتصادية كبرى تعمل على تشجيع وتطوير التعاون التجاري والسياسي والثقافي فيما بينها وصولا إلى تشكيل نظام اقتصادي عالمي متعدد القطبية وقوي في وجه المخاطر والتقلبات الاقتصادية العالمية وبدأت تأول مراحل التفاوض لتشكيل هذه المنظمة الاقتصادية التي أطلق عليها أولا تسمية البريك وضمت في بداية مراحل تكوينها كل من البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006 قبل أن تنضم إليها جنوب إفريقيا عام 2010 ليزداد اسمها حرفا آخر وتصبح بريكس وتلعب دول بريكس دورا مهما ومتناميا على الساحة الدولية حيث تشكل مساحة المجموعة 30% من اليابسة في الكرة الأرضية كما تضم 40% من مجموع سكان العالم ويصل حجم الناتج الاقتصادي لدول بريكس ما يقرب من 18% من أن يصل حجم التجارة الخارجية للمجموعة إلى 15% من حجم التجارة الخارجية العالمية وتجذب نصف الاستثمارات الأجنبية في العالم ووقع قادة مجموعة دول بريكس قانون اتفاقية إنشاء بنك جديد للتنمية للمجموعة برأس مال يبلغ نحو 100 مليار دولار على أن يكون المقر الرئيسي للبنك في مدينة شنغهاي الصينية وتهتف مجموعة بريكس إلى خلق توازن دولي في العملية الاقتصادية وإنهاء سياسة القطب الأحادي وهيمنة الولايات المتحدة على السياسات المالية العالمية وإيجاد بديل فعال وحقيقي للصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وآخرها تحقيق تكامل اقتصادي وسياسي وجيوسياسي بين الدول الخمس وهو ما دفع العديد من الدول إلى التقدم إلى الانضمام للمجموعة باعتبارها فرصة اقتصادية جيدة تساهم في تعزيز حركة التجارة وتكون قادرة على مواجهة النفوذ الاقتصادي الأوروبي والأمريكي